نكمل موضوعنا عن الساين ويف نأخذ كمان سؤال معطيني معادلة بدلالة التيار باجي بحط المعادلة اللي أنا حفظها تحتيها على طول تساوي طبعا بنحط حكينا المعادلة عشان نعرف ايش المعطيات اللي معاي فوق طيب بدل اول اشي الاي ماكس الاي ماكس هايها 20 20 امبير بدل الاي بيك تو بيك قلنا الاي بيك تو بيك 2 ضرب اي ماكس وتساوي 2 في 20 40 امبير ودل الاي رمس هي نفسها اي ماكس على جذر الثنين وتساوي 20 على جذر الاثنين بتقول له 20 تقسيم جذر الاثنين وتساوي 14.14 أمبير طيب بده الاي أفريج قلنا دايما في الساين ويف صفر الاي أفريج فيه أفريج صفر بده الدابليو قلنا اثنين باي اف وتساوي طبعا معيش الاف معاي الدابليو عطول هون هايها ستميت راديان لكل سكند طيب بده الفريكونسي قلنا واحد على تي أو من القانون هاض بقدر أشتقها بقسم الطرفين على اثنين باي فبتساوي دابليو على اثنين باي يعني ستمية على اثنين باي طب ستمية تقسيم اثنين باي وتساوي خمسة وتسعين بوينت خمسة هيرتز بده التايم وتساوي واحد على إف برضه بتشتقها من القانون هاضة إذا نسيت القانون مثلا يعني لا سمح الله واحد على خمس وتسعين بوينت خمسة واحد تقسيم خمس وتسعين بوينت خمسة وتساوي صفر بوينت صفر واحد صفر خمسة إذا بده إياها في الملي يعني كان معطيك الخيارات في الملي بتكبر هدول ثلاث خانات يعني عشرة ونص ملي سكند طيب بده الزاوية فيه هون عندي زاوية وما فيه يعني فيه عندي دابليو تي بس مش مكتوب إشي هون يعني صفر طيب بده التيار لما يكون تي ستمية مايكرو سكند طيب تيجي بتحكيله بتنزل العشرين زي ماهين ساين ستمية ضرب ستمية ضرب عشرة والسالب ستة اللي هي مايكرو بتجيب الآلحاس بستمية ضرب ستمية ضرب عشرة وس سالب ستة تطلع عندك عشرين ساين الصفر بوينت ثلاث ستة طبعا هاي وحدتها ريديان كيف عرفت بنو وحدتها ريديان عندي ال دابليو ريديان لكل سكند ضرب سكند سكند مع سكند بتروح صفت عندي ريديان هسا أما آجي بدي أطول الساين تبعتها لازم أحولها لدرجات هسا قلنا كيف منحول لدرجات بتقول الدرجات بتساوي الريديان ضرب مية وثمانين على باي طيب الريديان عندي قديش صفر بوينت ثلاث ستة هاي ها ضرب مية وثمانين بتقسيم باي بتطلع عندي تساوي عشرين ساين اللي عشرين بوينت ستة بتجيب ساين اللي عشرين بوينت ستة وبتضربها في عشرين بطلع الجواب النهائي عندي سبعة بوينت و أربعة طبعا وحدتها أمبير اللي بدي إياه تيار طيب find time that make current تساوي عشرة أمبير بده هون الزمن اللي بيخلي المعادلة هاي بتساوي عشرة طيب بنقوله المعادلة هاي اللي هي عشرين ساين ستميت تي تساوي عشرة أمبير اقسم الطرفين على عشرين بتصفي عندك ساين الستميت تي تساوي نص طيب اقسم الطرفين على ساين فبتصفي عندك ساين انفرست الساين دائما لما أطلعها بتصير انفرست للنص وتساوي ستميت ستميت تي طيب جيب الآلة حاسبة احسب الساين انفرست للنص بتساوي ثلاثين درجة وتساوي ستميت تي اقسم الطرفين على ستمية بتصفي عندك التي وتساوي ثلاثين درجة على ستميت ريديان لكل ساين اللي هي الو هسا انا اللي بدي اياه اللي بدي اطلعه التي التي شو وحدتها وحدتها ساين فبتحكي انه هاي بالدرجات وهاي ريديان لكل سكند فاذا حولت هاي لا ريديان الريديان مع الريديان بتروح بصفي عندك ايش بصفي عندك السكند فحول الـ 30 لريديان عشان تروح مع الريديان ويظل عنده ايش السكند طيب قلنا كيف منحول لا ريديان الريديان بتساوي الدرجات ضرب باي على مية وثمين يعني بتضرو بالثلاثين في باي واقسم على مية وثلاثين ثلاثين ضرب باي تقسيم مية وثمانين تطلع عندي نص تقريبا على ستمية راديان مع راديان بتروح بصف عندي السكند طيب نص تقسيم ستمية تطلع عندي ثمانية بوينت ثلاث 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 ضرب عشرة والسالب أربعة سكند هيك بكون خلص السؤال نيجي على آخر سؤال على موضوع الساين ويف معطيني دائرة ومعطيني الفولتية على شكل المعادلة اللي أنا بعرفها وطالب مني VRMS1 VRMS2 VRMS Total IRMS Total IRMS1 IRMS2 هسا هاي الدارة عبارة عن توالي فهذول الثلاث بدهم يكونوا متساويات يعني بالطول IRMS1 وحدة فيهم وبتكون بتساوي هذول الثلاث طيب هسا قلنا الكهربر اللي وصلتك على البيت مش عبارة عن VMAX أو IMAX لا عبارة عن RMS طيب عندي هون VMAX بتساوي 100 من المعادلة هاي طيب VRMS قلنا بتساوي VMAX على جذر اثنين وتساوي 100 على جذر اثنين تطلع عندي 70.7 فولت هسا بده VRMS1 و VRMS2 هسا VRMS1 و VRMS2 زي اك انه بيحكي لك بدي V اللي على المقاومة الاولى و V على المقاومة الثانية يعني نفس القوانين فقبل ما تبلش بدك تجيب التيار عشان قلنا V حسب قانون قوم شو بتساوي بتساوي I في R ال R معاي التيار اللي بدي أجيبه اللي هو عبارة عن RMS اللي هو عبارة عن RMS طبعا متساوي في كل الدارة فبجيبه وبضرب في كل R بعطيني الفولتية عليها أو بتقدر تطلع VTotal وتستخدم قانون تقسيم الجهد اللي هو مثلا V1 بتساوي بدك الفولتية على هاي بحط ال R تبعت هاي اللي هي R1 على مجموع المقاومتين طبعا هذا القانون ما بقدر أستخدمه غير مع مقاومتين وعالتوالي لازم ضرب VTotal يعني بقدر أحط المقاومة هاي تقسيم مجموعهم ضرب V هاي بطلع V1 وبرضو على المقاومة الثانية نفس الإشي V2 بقدر أحكي إنها بتساوي R2 على R1 زائد R2 ضرب VTotal هسا منطلعهم في الطريقة اللي فيتكم هي أيام نضرب بالتيار يا إما منطلعهم على تقسيم الجهد هسا أنا بدي أجيب التيار على كل الحالات فالآي رمس 1 بتساوي رمس 2 تساوي رمس total حسب قانون أوم الآي بتساوي V على R طيب الV معاي 70.7 تقسيم 6.7 تقسيم 6.9 تقسيم 10.9 ملي أمبير طيب نيجي نستخدم قانون تقسيم الجهد نحط الأر واحد اللي هي أربعة بوينت سبعة كيلو على مجموحهم قلنا قديش أربعة بوينت سبعة زائد واحد بوينت ثمانية ستة ونص كيلو كيلو مع كيلو بروحه ضرب سبعين بوينت سبعة ويساوي أربعة بوينت سبعة ضرب سبعين بوينت سبعة تقسيم ستة ونص تطلع عندي الفولتية على الأر واحد اللي هي في أرم أس واحد واحد وخمسين بوينت واحد بقدر أطلعها في طريقة ثانية كيف البي واحد تساوي آي توتل أو آي واحد نفس التيار حكينا ضرب أر واحد التيار عندي قديش عشرة بوينت تسعة ملي ضرب الأر واحد أربعة بوينت سبعة كيلو وتساوي الكيلو مع الملي بتروح في الضرب فبتصفي عشرة بوينت تسعة ضرب أربعة بوينت سبعة واحد وخمسين بوينت اثنين فولت نفس الرقم طلع معي يعني بتقدر تستخدم هذا القانون أو هذا القانون بس هذا القانون متى لما يكون عندي بس مقاومتين على التوالي طيب نيجي نطلع الـ في أربعة أر مقسة أثنين أر ثنين عندي قديش واحد بوينت ثمانية كيلو على مجموحهم قلنا ستة ونسف كيلو ضرب الـ الفي توتل سبعين بوينت سبعة كيلو مع كيلو بتروح واحد بوينت ثمانية تقسيم ستة ونسف ضرب سبعين بوينت سبعة تطلع عندك 19.6 فولت وبتقدر برضو قلنا تطلعها على القانون هاذ I ضرب R2 I نفسها في كل الدار عشانها على التوالي ملي ضرب R2 قديش 1.8 كيلو كيلو مع ملي بتروح بتصفي عندك 10.9 ضرب 1.8 وتساوي 19.62 فولت يعني هذا الرقم نفس هذا الرقم استخدم القانون اللي برايحك والله يعطيكو العافية